أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالتحليل البيئي الوحدة الثانية الغلاف المائي أي الهايدروسفير فنتناول في هذه الوحدة الثانية أهداف الوحدة الثانية هذه في مقطع كامل لوحده ونتعرف على الآتي الغلاف المائي الهايدروسفير ويغطي الماء حوالي أكثر من 70% من أكثر من 70% من سطح الكرة الأرضية والهدف الثاني الدورة المائية الواتر سايكل الواتر سايكل هي بسيطة جدا تبدأ بالتبخر تبدأ بالتبخر ثم تكثف ثم تكثف ثم نزول أمطار ثم تجمع تجمع في البحيرات أو الأنهار والهدف الثالث أنواع المياه water types أنواع المياه وهناك حواليه داشر نوع من المياه ومنها ما هو طبيعي ومنها ما هو صناعي أو من صناع الإنسان وهنا الطبيعي مثلا مياه المالحة الموجودة في المحيطات والبحار ومنها ما هو مياه عزبة موجودة في الأنهار والبحيرات والصناعي وهو من صناع الإنسان مثلا تحلية مياه البحر وهي المياه المحلى والمياه المنقاء والمعالجة معالجة مياه البحرات تصفيتها لكي تكون صالحة للشرب والهداشر نوع منها وفقا لهذه التصنيفات بشكل مبسط طبيعي الصناعي وهو الطبيعي مالحة وعزبة والصناعي محلاء ومعالجة هناك الهداشر نوع منها تقع تحت هذه التصنيفات الكبيرة لطبيع الصناعي فهناك مياه نقية عزبة ومالحة وشبهي مالحة ومياه عسرة وطرية صوفت ووتا وملوسة ومنقا ومعقمة ومقطرة ومنزوعة أملاح وسوف نتناولها بالتفصيل في المقاطع القادمة وإستخدام كل نوع من أنواع المياه هذه الهدف الرابع مصادر تلوث المياه والمصادر هنا نجد في مصادر الطبيعية في مصدر طبيعي مصدر طبيعي ومصدر صناعي فالمصادر الطبيعية هي عبارة عن مخلفات عضوية ترسبت عبر السنين ترسبت عبر السنين مخلفات عضوية ترسبت عبر السنين والمصدر الصناعي هي المخلفات الصناعية هي مخلفات مخلفات صناعية يلقي بها الإنسان بواقع المصانع في مصادر المياه المختلفة والهدف الخامس هو ملوثات الماء ووتابوليوتانس والووتابوليوتانس تصنف وفقا لمصدر التلوث وفقا لمصدر التلوث وفقا لمصدر التلوث وفقا لمصدر التلوث وهناك حوالي 8 أنواع من الملوثات مخلفات مستهلكة للأكسجين مركبات عضوية مخلقة مغزيات للنباتات عوامل مسبعة لأمراض ترسبات مواد كيميائية غير عضوية مواد مشعة وغزب حراري أو المياه ذات الدريط حرارة مرتفعة التي تلقى من بعض المصانع